تتحاذق إيران إذ يتصرف نظامها كمافيا ومنظومة من عصابات القرصنة بينما تستمر طهران في إدارة مخطط العبث وتهديد الأمن والسلم الدوليين في البحر الأحمر انطلاقاً من أراضي الآخرين وبعيداً عن نطاقها الجغرافية ومياهها الإقليمية ودون أن تعبأ لأي تبعات وخيمة من المحتمل أن يتعرض لها الشعب اليمني ومنها ارتفاع كلفة الشحن وارتفاع فاحش للأسعار وغلاء معيشية يصعب على اليمنيين احتمالهم الإمداد الإيراني لذراعها الحوثية بالأسلحة المهربة مستمرة إذ أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر إحباط محاولة تهريب أسلحة كانت محمولة على زورقين أخشبيين كان في طريقهما إلى ميليشيا الحوثية وأفاد إعلام القوات المشتركة إن خفر السواحل في مركز مدينة المخى كثف دورياته البحرية والساحلية وتمكن من الوصول إلى الهدف وتم ضبط زورقين خشبيين وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر تتجنب إيران افتعال أي شوشرات في مضيق هرموز الذي تشرف عليه وتمر عبره عشرات السفن التابعة لإسرائيل غير أنها تقدم الأدوات اللازمة والمعلومات لذراعها الحوثية مستغلة اندفع جماعة عنصرية لا يعنيها اليمن واليمنيون بشيء وكل همها تنفيذ أوامر الحرس الثورية الإيرانية حرفياً ارتفع عدد هجمات المليشيا الحوثية إذراع إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر إلى خمسة عشر هجوماً منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي ما أدى إلى تحويل مسار غالبية سفن الشحن إلى مسار آخر وهو ما اعتبرته إيران انتصاراً لمخططها بإغلاق البحر الأحمر وباب المندب الإدارة الأمريكية اتهمت إيران بالتورط بشكل كبير بالتخطيط للهجمات الحوثية على السفن وتزويدهم بمعدات عسكرية متطورة ومساعدة استخباراتية قال البيت الأبيض أنه من دون هذه المساعدة الإيرانية لكان من الصعب على الحوثيين الرصد وضرب هذه السفن كما نشرت واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران زودت الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية وكعادتها نفت إيران تورطها بالضلوع في الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وقالت خارجيتها إن الجماعة الحوثية تتصرف من تلقاء نفسها